السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في الدرس السابق تكلمنا عن الفهم الحرفي وعن أيضا مستوى الفهم التحليلي أو التفسيري وتعرفنا على الأسئلة التي تتوجه نحو هذين المستوين وطبقنا على مقال عندنا وعلى قطعة عندنا فيها عدة فقرات تحدثنا عن أفكارها الرئيسية وتكلمنا كذلك عن بعض القضايا الموجودة التي تدخل تحت إطار المستوى الفهم الحرفي أو مستوى الفهم التحليلي أما هذا اليوم سنتكلم عن مستوين آخرين ألا هما مستوى الفهم النقدي وكذلك مستوى الفهم الإبداعي أما بالنسبة لمستوى الفهم النقدي فهو فهم ما وراء السطر ولذلك القائل عندما يقرأ ويفهم هذا النص يفهمه حرفية ويتعرف على أفكاره الرئيسة وأفكاره الجزئية ثم بعد هذا يحلل هذا النص ويعرف ما بين السطور ويتعرف على المعاني الضمنية الموجودة داخل هذا النص هو هنا في هذا الفهم أو في هذا المستوى مستوى الفهم النقدي هو هنا ينظر إلى ما وراء السطر من مهارات هذا الفهم أن القارئ وصل إلى مرحلة معينة أنه ينقذ النص أي يبين مزاياه يبين عيوبه يبين نجاح هذا الكاتب أو فشل ولذلك هو يقوم النص ويحكم على ما فيه من آراء أو تحليلات أو حجج أو ردها الكاتب أو أدلة ذكرها لتثبيت آرائه كذلك القارئ في مستوى الفهم النقدي هو قادر على أن يميز بين الحقائق والآراء هناك فرق بين الحقيقة والرأي الرأي هو رأي ذاتي رأي خاص بالكاتب أما الحقيقة فهي حقيقة ربما الجميع يتفق عليها أو على الأقل أصحاب المجال العلمي هم يسلمون للكاتب في هذه القضية أيضا القارئ هنا في مستوى الفهم النقدي هو قادر على تحديد مستوى الدقة العلمية في هذا النص كذلك هو قادر على أن يكشف عن العبارات المتحيزة سواء للموضوع أو ضده كذلك القارئ في هذا المستوى هو قادر على التعرف على المغالطات المنطقية والاستنتاجات الخاطئة التي أوردها الكاتب في نصه كذلك القارئ في هذا المستوى هو قادر على أن يتنبأ بمترتبات القرار أو الحل أي ماذا يترتب على الكلام الذي ذكره هذا الكاتب وهذا يدل على أن القارئ عنده قدرة على أن يستشرف المستقبل عنده قدرة على أن يفهم ما وراء الصدور وهذه مهمة جدا ويتحتاج من القارئ إلى قراءة متعمقة في البداية في هذا النص وكذلك إلى ثقافة واسعة في هذا المجال الذي يقرأ فيه وثقافة عامة حتى يكون قادرا على نقض هذا النص كذلك يكون القارئ قادرا على اكتشاف توجهات الكاتب وأهدافه ربما لم يصرح بهذه التوجهات لكن القارئ من خلال القراءة يستطيع أن يتلمس هذه التوجهات ويستطيع أن ينقد الكاتب وينقد كلام الكاتب هنا ويبين أنه هذا هو منهجه وإن لم يذكره صراحة كذلك يكون هذا القارئ الذي يقرأ قراءة نقدية ومستوى الفهم عنده هو مستوى فهم نقدي واستطاع أن يصل إلى هذا المستوى هو قادر على أن يميز بين الواقع والخيال الواقع معلومات واقعية ذكرها هذا الكاتب موضوعات أو قضايا حقيقية أو أنه أتى بصور بيانية أو استعارة أو خيال عند هذا الكاتب كذلك يكون القارئ قادرا على أن يبدي رأيه في النص من حيث الأفكار والأسلوب ومواطن القوة والضعف وهذا مهم جدا ولذلك هذا هو ثمرة النقد في النهاية في النهاية الكاتب أو القارئ يكون قادرا على إصدار الأحكام على هذا النص وقادرا على أن يبدي رأيه في الفكرة والأسلوب وهل هذا النص هو قوي أو ضعيف ومواطن القوة والضعف في هذا النص الموجود عندنا أما الفهم الإبداعي فهو فهم ما هو خارج السطر حتى نعرف دلالة هذه الكلمة نتعرف على مهارات هذا الفهم الإبداعي القارئ الذي يقرأ وقد وصل إلى هذا المستوى مستوى الفهم الإبداعي هو قادر على أن يتنبأ بالأحداث بناء على مقدمات معينة مقدمات موجودة في النص فهو قادر على التنبؤ بالأحداث أيضا هو قادر على أن يتنبأ بالنهاية خاصة في القصص وحتى في الكتب التي تعتمد على السرد ككتب التاريخ مثلا وكتب السير الذاتية وكتب المذكرات الأدبية وكذلك كتب أدب الرحلات فالقارئ الذي عنده هذه فهم الإبداعي هو قادر على أن يتخيل نهاية القصة ونهاية الموقف كيف ستكون وهنا هذا يدل على أن القارئ عنده قراءات واسعة وعنده ثقافة واسعة عامة وكذلك يخاص بالموضوع الذي يقرأه ولذلك هو قادر على التنبؤ بهذه النهاية أما اقتراح عنوان جديد للنص فهذا كثيرا ما يسأل عنه في أسئلة استيعاب المقروء أن يقال لك ضع عنوانا لهذا النص أو ضع عنوانا مناسبا لهذه الفقرة عندما تذهب إلى هذا النص المكتوب في استيعاب المقروء أو هذه الفقرة لن تجد عنوانا أو وضع عنوان وطلب منك عنوان بديل وهنا عندما تختار عنوانا أو تقترح عنوانا أنت استطعت أن تتي بشيء هو خارج السطور ليس موجودا في هذه السطور لكنه هو يعتمد على فهمك حرفيا لهذه السطور ويعتمد على فهمك تحليليا لهذه السطور ويعتمد كذلك على نقدك لهذه السطور وبالتالي هنا تستطيع أن تقترح عنوانا جديدا للنص كذلك من الفهم الإبداعي القدرة على إيجاد حلول جديدة إذا كان الكاتب يتكلم عن قضية معينة وذكر حلولا فأنت أثناء قراءتك أو حتى بعد قراءتك تبدأ بالتفكير في إيجاد حلول جديدة ربما بعضها بنيتها على هذا النص أو على هذه الحلول التي ذكرها الكاتب وهي أيضا خارج السطور أو اقتراح بديل حتى تصل إلى نتائج أفضل مما وصل إليه الكاتب ولذلك هذه المرحلة هي تكون بعد مرحلة الفهم النقدي أيضا الاستفادة من النص في حل مشكلات مشابهة سواء كانت هذه المشكلات مشكلات خاصة بالقارئ أو كانت مشكلات علمية موجودة في قضايا أخرى يقرأها فاستطاع من خلال قراءته في هذا الموضوع أن يتلمس حلا لفهم مسألة معينة أو لإيجاد حل معين في قضية علمية أخرى أيضا هنا هو يستطيع صاحب الفهم الإبداعي الذي وصل إلى هذا المستوى هو قادر على أن يكتب نصا في هذا النص يلقي الضوء على معلومات النص وبنيته وتنظيمه وأسلوبه أي أنه بنى وكتب نصا موازيا أي كتب مقالا أو حتى كتابا فالكتاب والمقال هذا شرارته الأولى انطلقت من النص الذي قرأه هو فهمه وحل له ونقده ثم بنى موضوعا كاملا وكتب كتابا كاملا أو كتب مقالا يستطيع من خلاله أن يبين آراءها على التي ذكرها في معلومات النص الذي قرأه أيضا الفهم الإبداعي قد يكون مفتاحا لكتابة نصوص أخرى يطور فيها بعض أفكار الكاتب فكرة وجدها عند كاتب ربما تكون هي فكرة جزئية أو ثانوية أو فكرة غير مهمة أو هامشية أو أردها الكاتب على أنها مثال هذه الفكرة ربما تكون عنوان مقال لك أو عنوان بحث لك فلا تستحقر مثل هذه الأشياء فهذه الأمور ربما تستطيع الاستفادة منها فلابد أن القارئ عندما يقرأ يكون عنده مدونة صغيرة أو مفكرة يكتب فيها الأشياء والفوائد التي مرت به وسيحتاج إليها يوما ما إما بنقضية أي يعارض هذه المقالة أو الفكرة التي ذكرها وقرأها أو أنه يبني عليها موضوعا كاملا جديدا أما أسئلة الفهم النقدي والإبداعي فهي تتعلق بالنواحي الجمالية في النص إذن هي تتعلق بالنواحي البلاغية والمنطقية كذلك في الأفكار وعلاقات هذه الأفكار ومدى صحة الوصول إلى النتائج التي ذكرها الكاتب من خلال المقدمات أيضا القضايا العلمية في النص هل هي صحيحة أم غير صحيحة فهو الآن ينتقد هذه القضايا كذلك وما يحمله من حقائق وآراء شخصية هذه الحقائق القارئ في المستوى النقدي هو قادر على نقدها وكذلك الآراء ولذلك يأتيك سؤال عن هذه الأمور ميز بين الحقيقة والرأي أو اذكر الحقائق والآراء كذلك ما يمكن أن يبدعه القارئ كتكملة للنص والتكملة تكملة النص هي مستوى الفهم الإبداعي ولذلك الإجابة على مثل هذا السؤال أي الأسئلة التي تتعلق بالفهم النقدي والإبداعي الإجابة تعتمد على ثقافة القارئ الثقافة العامة الثقافة اللغوية كذلك الثقافة في المجال العلمي الذي يقرى فيه القارئ وخبرته بموضوع النص أي بالمجال العلمي أو المهني أو الحرافي الذي كتب فيه هذا النص نطبق على النص الموجود عندنا نحن بالأمس أخذنا هذا النص وهو علم التاريخ لابن خلدون واستطعنا أن نجيب على مجموعة من الأسئلة هذا النص موجود عندكم في الكتاب عليه مجموعة من الأسئلة في المستوى الفهم الحرفي واجبناها بالأمس ومستوى الفهم التحليلي وكذلك نظرنا إليها بالأمس أما اليوم فأيضا عندنا في هذا المقال مجموعة من الأسئلة موجودة عندكم في الكتاب على مستوى الفهم النقدي وكذلك الإبداعي إذن هذا هو المقال كامل المفترض أن استطعت أن تقرأه هو مقال طويل نبدأ أو ننتقل إلى مستوى الفهم النقدي هنا طلب أن يستخرج الطالب الحقائق والعراء ما الحقائق الموجودة في النص وما العراء الحقائق كما ذكرنا هي أشياء يسلم للكاتب بها إما من الناس عموما أو من أصحاب التخصص من الحقائق التي ذكرها أبو الخلدون أنه ذكر فوائد وهذه الفوائد يسلم له بهذه الفوائد فوائد ذكرت في النص وذكرها صراحة وبالفعل هذه الفوائد هي فوائد ثابتة العلم التاريخ من الحقائق التي ذكرها وقد وردت عند غيره واستدل من خلال نصوص وردت في السيرة أن جموع رستم في قيادة الجيش جيش الفرس الدى المسلمين زحف عدد مجموعهم كانوا 120 ألفا وهذا ما ثبت فهذه حقيقة أو رداء كذلك أن بين موسى ويعقوب عليهما السلام يعقوب أبو يوسف أربعة آباء أيضا هذه من الحقائق التي أوردها من الآراء وهذه آراء خاصة بن خلدون وهي آراء ربما نستطيع أن ننقدها وأن نخالف فيها أما هذه فهي أصحاب المؤرخون وعلماء السيرة وكتب السيرة قد تواترت أن هذه الأمور هي ثابتة عندهم وعلم التاريخ وأتى بحقائق بحقائق مسلمة له أن علم التاريخ يستفاد منه العظة والعبرة إلى آخره الآراء الآراء الخاصة بابن خلدون أنه قدم نقد المتن أي نقد الحكاية التاريخية على نقد السند أي النقل ولذلك في نظره أي في نظر ابن خلدون أن ما يستحي الوقوع يجب أن لا ينقله المؤرخ هذا رأيه هو وليست حقيقة إنما هذا الرأي الذي اختطته له وهذا هو الشيء الذي ذكره في منهجه منهجه التاريخي وما يخالف طبائع العمران وأحوال المجتمعات الإنسانية لا يقبل هذا هو رأيه أن هذه الأمور أي خبر أو حكاية تخالف هذه الأمور فإنه لا يقبلها هذه آراء خاصة بابن خلدون ولذلك استطعت أن تستخرج الآراء والحقائق مستوى الدقة العلمية هذا السؤال عن مستوى الدقة العلمية وذكرنا أن مستوى الدقة العلمية هو من مهارات القارئ في مستوى الفهم النقدي الكاتب أي بن خلدون استطاع أن يربط الأسباب بالنتائج في عدة مواضع كذلك ناقش الآراء التي ذكرها آراء التي ذكرها ناقشها وأورد ما ينقضها هو استطاع أن ينقض بعض الآراء التي فيها مبالغة وإراده هو بأدلة واضحة واستطاع أن يردها بكل موضوعية هو متحيز في قضية ألا وهي عندما يتعلق الأمر بنقد السند أي بالنقل ولا يقبل الأخبار لمجرد أنها نقلت عن فلان أو فلان هو لا بد أن ينظر إلى هذه القصة هل هي توافق هذه الأمور التي ذكرها؟ هذه الأمور التي ذكرها وغيرها؟ إذا كانت تخالفها فإنها لا تقبل ولذلك هو متحيز فيما يتعلق بنقد السند فهو لا يأبه بالسند ويقدم المتن عليه أيضا ابن خلدون مبالغ في تطبيق المنهج التاريخي ذكر المنهج التاريخي وتكلم عنه لكنه لم يفصل فيه فإذا كان منهجا المفترض أن يكون قابلا للتطبيق أن يكون واضح المعالم له أسس وقواعد نستطيع من خلال هذه الأسس والقواعد أن نطبقها على كل الحكايات التاريخية لكنه لم يفصل فيه هو أيضا أصدر أحكاما صارمة برفض بعض القصص التاريخية لمجرد استبعاد وقوعها في نظره هو ولذلك هو أسقط بعض القصص اعتمادا على هذه النظرة ولذلك هذا هو مستوى الدقة العلمية تستطيع أن تقرأ أنت أيضا هذا النص وتبين لنا ما مدى مستوى الدقة العلمية عند الكاتب مدى تحيز بن خلدون أو موضوعيته تحيز يقابل الموضوعية هو في نقده لبعض الروايات موضوعي لأنه يستدل بما يثبت رأيه في مبالغة هذه القصص وبالفعل بعض القصص فيها مبالغة وهو يستدل بأدلة من خلال هذه الأدلة يبين المبالغة الظاهرة جدا في هذه القصص وهو أيضا أسقط ما فيها من مبالغات وأكاذب الألفاظ الوصفية الدالة على تحيز أو موضوعية بن خلدون وهو هنا ذكرنا أنه موضوعي ولذلك هو لم يعمم في العبارات تعميم لا يوجد عنده في بعض العبارات ولذلك هو عندما قال كثيرا ما وقع للمؤرخين ومفسرين لم يقل كل ولم يقل جميع إنما قال كثير كذلك قال فربما لم يؤمن فيها من العثور إذن هو لا يقول أنه ستوجد الأخطاء وسيقع الإنسان وسيتعثر المؤرخ إن لم يطبق المنهج التاريخي إنما قال لم يؤمن فيها من العثور وهذا يدل هذه الألفاظ وهذه العبارات تدل على موضوعية بن خلدون ما الذي يحدث لو محصت حققت نظرة في هذه الروايات التاريخية تمحيصا علميا دقيقا ما الذي سيحصل الذي سيحصل ستقل يقل عدد هذه الروايات التاريخية القصص سيرفض الكثير منها أيضا سيسقط ما فيها ممبالغات وأكاذب لكن أين المنهج لم يذكر لنا المنهج لو كنت مؤرخا ممنعناهم بن خلدون فماذا سيكون ردك هنا أنت تستطيع أن ترد على مثل هذا الكلام ماذا سيكون ردك هل ستتقبل كلام بن خلدون الذي يكره اقرأه وانظر إليه وتأمله هل سترى أن هذا الكلام يكون مقبولا بالنسبة لك أم أنه مرفوض ولماذا أما في مستوى الفهم الإبداعي طلب أن تعطي صورة تشبيهية تعبر عن المؤرخ الموضوعي كما يجب أن يكون هم يقولون في الإنسان الذي يأتي بمعلومات من كل مكان ولا ينظر فيها ويقرأ من كل شيء ثم ينقل من غير تدبر يقولون فلان كحاطب ليل لماذا لأن حاطب الليل يجمع الحطب في الليل هو لا يرى في ظلمة الليل لا يرى بصورة جيدة ولذلك يلتقط حطبا ومن هذا الحطب ما هو سيء وقد يلتقط أعوادا لا تنفع وقد يلتقط شوكا يضره أو يجعل بين الحطب وقد يلتقط أفاعية أو عقارب تؤذيه أو تبقى في الحطب فإذا أوصل هذا الحطب إلى أهله وإلى من يستفد منه فإذا بالحطب لا ينفع أو أن هذا الحطب فيه ما يؤذي أو فيه ما يقتل ولذلك يقال فلان كحاطب ليل إذا كان يأتي بمعلومات كثيرة ولم يدقق فيها فهو ينقل كل ما يسمع أما الذي يكون موضوعيا ويدقق فيما يرويه وفيما يقوله فهو كحاطب في ضوء النهار ولذلك الذي يحتطب في ضوء النهار وهو يجمع ما ينفع ويترك ما لا يفيد ويتجنب ما يضر سواء يضره هو أو يضر من يقرأ كلامه ومن يوصل إليه هذا الكلام وتستطيع أن تقرأ وتطلع وتأتي بصورة تشبيهية أخرى لهذا المؤرخ الموضوعي الذي ينقل لنا المعلومات ويتأكد من نقلها وفقكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد